أمريكا عمر أجواء الفرحة بولاية تندوف بعد إعلان النتائج من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلم بك مجددا سلمان إذن كما قلت الفرحة كانت كبيرة هنا بولاية تندوف باقي ولاية الجزائر هذه الولاية التي تقع في جنوب غرب الجزائر فرحة كما قلت رصدناها كبيرة هنا في هذه الولاية بعد فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية جديدة عهدة رئاسية ثانية إذن ثمنوا كل ما قدمه الرئيس في العهدة الرئاسية الأولى هناك مشاريع كبيرة تم تدشينها في عهدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذه المشاريع الكبيرة والعملاقة أهمها مشروع غار جبيلات وأيضا طريق القطار الذي سيربط بين تندوف وبشار والذي يبلغ مسافته أكثر من ثمانمائة كيلومتر وأيضا هناك طريق تندوف زويرات وهذا طريق أيضا الكبير والحساس مشاريع عملاقة تنموية في هذه الولاية وهناك تطور كبير في تشهده هذه الولاية وولاية تندوف لبس أن أذكرك ومشاهدين الكرام سلمان ببعض الأرقام هنا في هذه الولاية كانت الكتلة الناخبة بلغت مائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وخمسين ناخب الصوات المعبرة عنها أكثر من أربعة وخمسين ألف صوت فوز عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري بأربعة واربعين ألف وأربعمائة صوت بنسبة بلغت اثنين وتمانين فاصل أربعة عشر بالمئة وفي المركز الثاني كان لحساني شريف عبد العالي بثلاثة عشر فاصل ثلاثة بالمئة وأوشيش يوسف بأربعة فاصل خمسة وخمسين بالمئة شكرا لك يا سلمان